نرحب أتفياً بالكابتن محمد أحمد عضو اللجنة الفنية في نادي الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة كابتن محمد أهلاً بيك مبروك الفوز النهاردة على البنك الأهلي ربنا خليك أستاذ غياني ألف شكر ألف شكر حبادتك أنا أعرف أن أنت من الناس اللي دايماً بتدعم الانديات الشعبية وخاصة بنادي الاتحاد يعني ببرك لكم والحقيقة ده لأنه الجمهور بفرحنا باللي بيعمله وهو في الآخر الجمهور الكرة بتتلعب من أجله فنادي زي الاتحاد السكندري بعرقته النهاردة تنفس السعاداء بعد موسم ممكن نصفه بالصعب بعد الاتحاد طبعاً والله يا حالسك طبعاً أنت عارف الوضع دلوقتي بقى مفيش أندية سهلة وأندية صعبة الموضوع كلها المستويات كلها بقى متقربة حتى تكشف نتائج المشاط ماتش بيطلعك ثلاث مراكز وأربع مراكز وماتش بينزلك تحت مزبوط والدنيا كلها غريبة من بعض يعني بس الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله النهاردة وربنا يوفينا في الفترة الجاية يا رب إن شاء الله إن شاء الله فرحة الجمهور برضو كانت حلوة ربما كانت غيبة الفترة اللي فاتت لكن رجعت بانتصارين الرسالة اللي ممكن تقولها لجمهور الاتحاد السكندري النهاردة وتعليقاً على الفترة اللي فاتت كلها يا كابتن محمد والله الحمد لله رب العالمين الأول بنشكر ربنا طبعاً طبعاً بنشكر الجمهور الجمهور للحاد السكندري النهاردة واقف من أول الماتش لأخر الماتش وده دايماً إحنا كنا بنقوله والأستاذ محمد بصرحي دايماً هو بيقول إن الجمهور هو عطب سورة القدم هو اللاعب رقم واحد هو دايماً اللي داعم لنا لما بيوقف مع الفريق من أول ديها الأخر ديها هو ده اللي حصل النهاردة وهو ده اللي خلى الأداء بالشكل دوت خلى الروح تلك الأداء بالشكل دوت لما بيتفرغ إنه هو يدعم فريد الحمد لله رب العالمين النهاردة وجودهم كان رائع وكانوا مستجبين لقول للبدايات اللي احنا داعينا لها عشان كان مات صعب وطبعاً ماتش فارئ إذا ما حتى تقول لك إحنا عندنا قد ماتشات صعبية جداً جداً الجايين الزمالك وبعدين مقولين عندينها والمحلة مزبوط والسهاتة كل واحد عنده طموح الفوز ممكن ماتش الوحيد اللي النهاردة اللي احنا دايماً كنا بنتكلم عنه ماتش البنك على أساس أنهم ما عندهم شي دافئ مزبوط محطيقة خلاص من السحيل والحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا وبنتيجة ودتيجة كويتة وأداء كان ممتاز وبعد إذنك أحب أشكر الكابت المحمد عمر طبعاً والجهاز المعاون الناس اللي لبت النذى طبعاً كابت المصر كابت النذاني صح من قبل ما نتكلم خالص ما حدش يتكلم مجرد من أساس محمد مصرخي يتكلم مع كابت المحمد جئه وجاب الفيم معاه كابت المحمد نور كابت النقام ربيع كابت النسف حمدي بشكلهم جداً وربنا أكرمنا في الفترة الجاية إن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاي بالكلام عن الجهاز الفني كابتن محمد إيه تفكيركم ماشيين إزاي هل استقريته على الجهاز الفني اللي جاي هل استقريته على الجنسية مصري ولا أجنبي بس والله يا سيد ياني واللوتي طبعاً اللي حصل ما جاي كابتن محمد عمر طبعاً كابتن محمد عمر قيمة وقامة تعالى إنه حدثك طبعاً هو كان جاي الهدف معين وكان اتفق مع السيد محمد ويمكن ده الباني اللي اتصرح على موقع النادي إن هو جاي مش هيفكر في ناحة الفنيات السنة الجاية إن هو عنده ارتباطات خططاً قناة انتبورت ومجلس النواب طبعاً ورده وقته وهو كده كده في كل الأحوال الكابتن محمد عمر موجود معنا السنة الجاية حتى هو عمل فن وده اللي قاله السيد محمد قاله إنت طبعاً لك مطلق القرية أو إنه يبقى موجود معنا في جهاز الكورة هو نشوف جهاز نستقر على جهاز لسه ما فيش أي حاجة كلنا منتظرين لآخر الموسم إن شاء الله نفنص هنعقد جيلة مع كابتن محمد ونصف في جهازه إيه وبناء عليه هنقرر إن شاء الله يعني كابتن محمد عمر هيبقى منصبه مثلاً مستشار فني أو عضو في اللجنة لجنة الكورة آه طبعاً لكن مصري ولا أجنبي هل دي متحددة بالنسبالكم؟ والله إحنا كل حاجة مطروحة ومقدرش نتكلم غلاً ما كابتن محمد عمر يقول هو عيدي عمي تمام وده اللي قاله الأستاذ محمد مطلحة في اجتماعه مع الكابتن محمد ممتاز طيب إيه اللي نويين تعملوه كي لا يتكرر موقف الموسم الحالي بتكلم هنا بقى على مستوى السفقات على مستوى الفرقة كشكل عام واللي من ضمنها طبعاً الجهاز الفني والله إحنا بص يعني عقدنا كذا جلسة لجنة الكورة وكمعنا الأستاذ محمد طبعاً يترقنا في الموضوع طبعاً بدأنا نعمل بلان إيه الأماكن اللي محتاجة تدعيم عشان نبدأ ندعمها تمام وردي فيه فعلاً انتفاقات حصلت وحصلنا على توقعات لعيبة معينة طبعاً أنا أتمنش حاضر أعلن عن حاجة لأنه الأستاذ محمد هو المنطل طبعاً أنه يتكلم في الموضوع ده وقت هيبقى معنا إن شاء الله قريب يقوله هو النفس طبعاً إن شاء الله طبعاً أكيد يعني فإن شاء الله يعني بنوعد الجمهور وبنوعد النادي إن إحنا إن شاء الله للسنة الجاية حنشوف حاجة مختلفة تمام فقط أن الأستاذ محمد كان بتكلم معنا عايز اللعيبة تبقى لعيبة برضو تبقى صغيرة تمام تقدر تدي النادي وإن إحنا آخر حاجة نفكر فيها موضوع الإعراض تمام إنه إحنا بالنسبة لنا إن إحنا نجيب لعيبة ويبقى موجود ويبقى عنده تارجة إن هو يعمله وعندما يكون متعاقد غير ما هلعيب يجي تطيلك سنة والسنة الجاية لما بقى تقول لك تستر ترجعه أو الكلام اللي حصل قبل كده طبعاً إن شاء الله مش هيتقرر إبراهيم حسن كان عارب نية البيع مش كده؟ آه بس أستاذ محمد بعث للإتحاد الكورة إن إحنا هنفعل تمام تمام يعني إبراهيم حسن ممكن نصفه بأول استفقات دلوقتي للإتحاد السكنداري إن شاء الله تمام بإذن الله طيب حسن معشور في جديد بتكلم هنا على بعد إعلان النادي انتهاء المشوار بالنسبة لللاعب هل في جديد على مستوى الشكاوى على مستوى الموقف على مستوى العلاقة بشكل عام؟ والله هو الموقف كله تقريباً يعني في الجزء القانوني بتاعه في الاتحاد الكورة آه والله إحنا يعني في الفترة دي إحنا كان فينا تحاول استفقل مساعي صلح تمام طبعاً أكيد حسن متمسك بوجهة نظره في موضوع معين ما بشاه في موضوع تاني آه يعني في الآخر لو إن شاء الله الموضوع في أي بدرة أمل أنه يتحل إحنا معناش مانع لكن لو هو مماشي في وضع القانوني إلا حيقوله اتحاد الكورة أو إلا حتخره اللجنة بظلم أكيد إحنا حننرفزه يعني تمام تمام حاجة بعيدة عن الكورة مش عارف ممكن أسأل في السلة ولا إيه رأي حضرتك؟ والله يبص أنه أنا مش مسؤول عن ملف السلة بس يعني الكلام ده هيبقى أكيد ممكن تبقى فيه معلومة مش موجودة هو أناس أسامة أناس أسامة هل فيك ديد من موقفه بما إن النهاردة أغلق الفترة الأساسية للقيد في الاتحاد المصري لكورة السلة؟ أعتقد الموضوع تحت القيادة والدراسة يعني قد الدراسة من اتحاد الكورة السلة لكن النتيجة برضو في الاتحاد حد الشيء داري عرف إيه اللي ما بالعودة لكورة القدم من جديد حيث المعلومات أكيد متوفرة في كل شيء وبشكرك على ساعة صدرك رزاسي سيه؟ عارفين علاقته قوية جداً بالأستاذ محمد مصلحي وهو دايماً بيتكلم على ده وهو كمان الكيميا ما شاء الله كانت قوية جداً ما بين اللاعب والفريق هل هو ضمن خطط النادي للموسم اللي جاي؟ والله ممكن بس برضو الناحى قوية بتاعته إحنا ما نقدرش نعرفها لأن إحنا اللي سمعينه إنه نوقع لنادي الزمالك فترة لكن إحنا ما نقدرش نقرر لو كلامنا على سيد محمد بقى حصل إنه هو اللاعب فريق أكيد حيبقى متاح لكل الانديو وكيد حنبقى إحنا أول ناس من الناس اللي هتفكر في الرزاقة ما رزق كان اللاعب كبير جداً وظهر عندنا بمستوى أكثر من متميز لكن الناحى القانونية اللي هتفصل في الموضوع ده وقت طيب أخيراً يعني الناس كانت وده سؤال ممكن يكون متأخر شوية لأنك نفود بقى وقته من بدري شوية لكن لأن افتكرت الكلام عن الكابتن عماد النحاس وأنه هو قدم الاستقالة أكثر من مرة وأن انتوا رفضتوها قبل ما هو يتمسك بها بسبب أن النتائج كانت مش كويسة يعني لو هتحكي ملخص لما دار في المشهد قبل رحيل الكابتن عماد النحاس والله سيداني نحن كل نحن بنتكلمه الأول يعني ليح فرصة كويسة جداً نحن بنشكر الكابتن عماد رجل محضرة مجهزة للمعاون معايا كابتن علي عبد الثاني وكابتن راب ربيع ناس فوق الاحترام ناس ما شفتناش منهم حاجة وحشة ممكن يكون صادفهم سوق توفيه برضو تمشكرهم لأنهم قموا تولوا النادي في الفترة اللي كانت برضو بعد رحيل الكابتن حسام حسام الكابتن بغاهيم هم ناس خمار كثيرة يعني حسام برضو هم جميعهم اشتغلوا من نص الموسل الفترة طبعاً عارف حقيقك أنت سوق التوفيه لما بيجي لك في أحياناً في ماتشات معينة أي فأحياناً الموضوع بيبقى خلاص يعني الكيميا مش راجب زي لكن على المستوى الشخصي وكني له كل احترامة تقدير وعلى فترة الموضوع خلص بمتاش في محبة ما بيننا وما بينهم وإن شاء الله يعني ربنا أكتب لهم الخير في اللي جاي بالنسبة لهم بإذن الله ويوفقهم يوفقني يعني لكن الموضوع والله في الآخر كل ما حصل هي يعني سوق توفيه في الآخر ما فهم ماتش الزمالك اللي جاي شايفه ازاي والله يبص أنا بعد الأداء النهاردة لو نبني على الأداء النهاردة واللي حصل النهاردة في الملعب والروح اللي كان فيها اللعيبة اللي أنا بصراحة كان بقالي فترة كبيرة ما شفتش الروح دي عنده يمكن لما حسوا بالخطورة بدأوا يعرفهم كلام ده محمد بصيرك دايما مركز عليه جدا جدا لما بيقعد معاهم وبحصل اجتماعات انتوا عندكوا كتير جدا وانتوا أسماء كبيرة جدا ماتش تبقوا في الموقف ده ماتش تحطوا النادي في الحسة دي آآ فهو ده بصراحة يعني دايما اللي كان بشعرهم وده في آخر اجتماع آآ لما أنا حضرته بلغتهم رسالة أستاذ محمد انه كان في السياسة المكان شايدة ريجيه كان في اجتماع ربط الأنبيل ايوان وبلغتهم انه هو طبعا عايز يشوف منهم حاجة لازم دينا تتغير ولازم يحطوا نفسهم في الحسة اللي دايما هو شايفة فيها تماما شايفهم فيها والحمد لله النهاردة فعلا قدوا الأداء والنتيجة اللي احنا دايما كنا بنترجاها منهم مزبوط لكن مارش الزمالك ان شاء الله يعني ربنا يا كرمنا ونعمل الأداء بنفس المستوى القوي اللي تعمل قدام البنك النهاردة ايوان لأ انا حاس انه هنعمل ان شاء الله أداء كويس وان شاء الله بنتيجة كويسة بالجميع بشكرك جدا وبحييك على وجودك معنا كابتن محمد أحمد عضو اللجنة الفنية في اتحاد السكندري وكل التوفيق في المرحلة المقبلة نورتنا وشرفتنا